بعد مرور أكثر من عشرين يوماً على وقوع زلزال كهرمان مرعش في محاصلة يبدو أنها لا تريد التوقف ارتفع أجمالي عدد الوفيات جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وشمال سوريا إلى 51 ألفاً بحسب بيانات نشرتها السلطات التركية نحو مليوني شخص نزحوا من المناطق المتضررة التي شهدت أكثر من 11 ألف هزة ارتدادية منذ الزلزال الأول وفي خضم هذه الأحداث المأساوية ورغم أعلان حالة الطوارئ في عشر محافظات أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أن الانتخابات ستجرى في موعدها في الرابع عشر من مايو المقبل بعد توقعات بتأجيلها تركيا تغدمت كثيراً في إعادة إعمار المناطق التي تعرضت للزلازل واجبون الاستعداد بكل البنى التحتية من الطرق وأماكن العمل والمباني السكنية هناك من يحاول استغلال الزلزال لأغراض سياسية لكن انتخابات الرئاسة والبرلمان ستجرى في موعدها في الرابع عشر من مايو المقبل السلطات التركية بذلت جهوداً كبيرة من خلال العمل على بناء أكثر من أربعمائة ألف وحدة سكنية للمنكوبين وعزمها إنشاء صندوق إعادة إعمار ما بعد الكوارث لإحياء المدن عقب الزلزال المدمر ترجمة نانسي قنقر